ترجمة نانسي قنقر يا عزيزي بهالوقت في عندك أو بهالأسبوع بعض الأجواء الدقيقة مثل ما انتهى الأسبوع الماضي بس كمان في حدث استثنائي بيحصل بالعيلة يمكن يربكك شوي بين الجمعة والسبت من هالأسبوع أو يمكن يسعدك إذا طرق بين الأحد والتنين يعني الاربعة اربعة وشرين والسبت خمسة الجمعة اربعة وشرين والسبت خمسة وعشرين أو بين الأحد بيكون أفضل أحد والتنين السبعة وعشرين كوكب جبيتير متل ما بتعرف بيترك ثور بتاريخ ستة وعشرين وبينتقل يوم هذا اليوم إلى برج الجوزاء يعني إلى منزل المال بالنسبة لألك الجوزاء بيستقر عنده سنة كاملة وبيحملك هالشهر الأخير مع هذا الانتقال انقلابات ومفاجأات خاصة مع كوكب ميركور الموجود ببرجك ومتزامن مع حركة فلكية كبيرة يعني قد يطرق حدث استثنائي بحياة اكتار من موليد الثور انتبه من وضع متفجر الثلاثة ثمينة وعشرين والخميس ثلاثين أو بين الثلاثة والخميس بتواجه صعوبات بتزعجك وربما انقلابات وتطورات ما حسبت الله حسب بتهدأ الأحوال الجمعة واحدة وثلاثين بتعيد ترتيب أمورك بتتركز اهتمامتك بها الوقت على الشأن المالي وكيفية اكتسابه أو كيفية الوصول إلى بعض العائدات بتخطط بهدوء مع بعض الأطراف النافذين وربما بتبحث مشروع جديد بيطرح حاليا على بساط البحث ترجمة نانسي قنقر